موسيقى طيب الله قطعكم مشاهدين الكرام بخبار التاسعة من يوم الشباب معكم أماني علوان وشام الزياد والبداية مع أبرز العنوي استشهدوا إصابة أربعة جنود من الجيش بكمين لميليشي الانتقالي الإماراتي بالمحفد في محافظة أبيان موسيقى تولي الاستقالات بين قيادات الانتقالي ومواطنون يهاجمون الإمارات وينتقدون دورها منذ الحرب موسيقى والحكومة تحمل ميليشي الحوثيين تبعات قرار منع العملة وتتهمها باختلاق أزمة في السيولة المالية موسيقى أهلا بكم والبداية بهذا الخبر العاجل مشاهدين حيث أسقطت ميليشي الحوثي مساء اليوم طائرة مسيرة تابعة للتحالف العربي قرب ميناء الصليف غربي البلاد وكذا شهود عيان سماع دوي انفجار كبير قبل رؤية النيران تشتعل في سماء مدينة الصليف شمال محافظة الحديدة قبل سقوط كتلة النيران في وسط مياه البحر قبالة ميناء الصليف نعم كما أضاف الشهود لقناة يمن شباب أن الانفجار كان ناتج عن استهداف الحوثيين طائرة مسيرة بسلاح من الأرض لم يعرف نويته حتى الآن لكن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع أكد في تصريح بثته قناة المسيرة التابعة لهم لاحقا أن اندفاعات الجوية للجماعة أسقطت طائرة تجسسية من نوع كرايل تابعة للنظام السعودي في أجواء منطقة الصليف بمحافظة الحديدة بصاروخ أرض الجو إذن بالعودة هشام إلى أخبار النشرة حيث استشهد وأصيب أربعة جنودنا في كمين لمسلحين من ميليشي الانتقالية الإماراتية في مدرية المحفد في محافظة أبيان وقال مصدر عسكري ليمن شباب إن ميليشي الانتقالي سهدفت عربة تقل جنودا من الجيش الوطني في سوق مدينة المحفد في ثالث هجوم من نوعه يسادف الجيش خلال عشرة أيام دعم وذكر المصدر أن الكمين أصفر عن استشهاد جنديا وإصابة ثلاثة آخرين وتشهد مديرة المحفد منذ نصف شهر توترا أمنيا بين القوات الحكومية وميليشي الانتقالي المدعومة من الإمارات ما زلنا في أبيان أيضا حيث شنت ميليشي الحوث الانقلابية اليوم قصفا بصوريخ الكاتيوشا على مناطق سكنية في المحافظة وقالت مصادر محلية إن صاروخا يعتقد أنه من نوع كاتيوشا سقط في قرية الصمة بمنطقة الحضن في مديرة لودر بعد أن أطلقته الميليشي من مواقع حدودية بين أبيان والبيضاء كما أضافت المصادر أن الصاروخ انفجر في مكان خالي دون أن يخلف أي إصابات أو ضحايا في صفوف المدنيين وليس بعيدا عن أبيان ففي الضالع سقط قتلى وجرح في صفوف ميليشي الحوثيين في مواجهات ضارية مع قوات الجيش الوطني غرب المحافظة وبحسب مصادر عسكرية فإن المواجهات اندلعت بين منطقتين الجب وباب غلق عقب هجومين منفصلين شنتهم ميليشي الحوثي على مواقع الجيش الوطنية وقالت المصادر ليمن شباب إن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم حوثي في وقت متاخر من مساء الأمس في منطقة الجب كما أحبطت هجوما آخر في منطقة باب غلق صباح اليوم بعد مواجهة استمرت ساعة في الضالع أيضا تعرض صحفي ناصر المسعد مراسل قناة سهيل الفضائية لإصابة بشضايا قذيفة أطلقتها ميليشي الحوثي الإنقلابية وقال مصدر عسكري صحفي المسعد أصيبت ناء تغطية للمواجهات في جبهة باب غلق بمحافظة الضالع كما ذكر المصدر أن المسعد تعرض لإصابة في رأسه دون ذكر معلومة إضافية ونبقى في الضالع حيث أكدت شبكة حقوقية يمنية مقتل أكثر من أربعمائة مدني بنيران ميليشي الحوثي الإنقلابية في محافظة الضالع خلال أربعة أعوام كما ذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير لها ذكرت أن فريقا تابعا لها رصد نحو خمسمائة حالة قتل طلت المدنيين بينهم ثلاثة وعشر امرأة وسبعة عشر طفلا توزعت على مناطق دمت وجبن ومريس والفاخر وكذلك قعد واتقت الشبكة أكثر من عشرة آلاف انتهاك ارتكبتها بيليش الحوثيين خلال الفترة من الثامن لشهر غصص من العام 2015 وحتى العاشر من ديسمبر الحالي نعم كما شملت الانتهاكات أكثر من عشرة حالات اختطاف تم الإفراج عن نحو ثمانمائة منها كما تم رصد خمسة وعشر حالة تعذيب وسوء معاملة للصحفيين نتجه الآن شمالا إلى الصعدة حيث اندلعت اشتباكات بينما جميع مسلحة تتبع القيادية الحوثي المدعو زيد الطالبي من جهة وما جميع أخرى تتبع القيادية الحوثي المدعو العواوي في مركز المحافظة كما أفادت مصادر محلية هناك أن الاشتباكات جرت وسط مدينة صعدة ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الطرفين ومؤخرا تزايدت حدة الخلافات بين قيادات ميليش الحوثيين وذلك ضمن صراع أجنيحة الميليشية على النفوذ ونهب الأموال والممتلكات كما شن طيران التحالف العربي غارات استدفت تجمعات لميليش الحوثي في مدريتي صحار في صعدة وعبس في محافظة حجة وقال مصدر عسكري أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على تعزيزات لميليش الحوثيين المتمردة في مديرة عبس وأسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصرها وتدمير آليات وأطقم عسكرية كما في صعدة فقد قصفت طيران التحالف العربي أهدافا عسكرية لميليش الحوثي في منطقة المهاذر التابعة لمدرية صحار قرب مركز المحافظة غير أنه لم يتزن الحصول على معلومات حول نتائج هذا القصف وعلى ذات صعيد قتل وأصيب عناصر من ميليش الحوثيين الإنقلابية في هجمات لقوات من ألوية العمالقة غرب تعزيز كما قال بيان لألوية العمالقة إن وحدة المدفعية في اللواء 14 عمالقة قصفت بقذائف الهام تجمعات ومواقع لميليش الحوثي في جبال رسيان غرب محافظة تعز وأشار البيان إلى سقوط قتلى وجرحة في صفوف الميليش وإلحاق خسائر بها في العتاد جراء القصف ويوم السبت مساء فقد قتل ثلاثة من عناصر الميليش وأصيب آخرون خلال إحباط الجيش الوطني محاولة تسلل لهم إلى محيط جبلهان غرب مدينة تعز أسقطت قوات الجيش الوطني طائرة مسيرة بالقرب من حقول صافر النفطية في حادثة هي الأولى من نوعها لوصول طائرة من هذا النوع إلى الموقع كما قالت مصادر محلية قوات من الجيش أسقطت طائرة حوثية مسيرة بالقرب من نقطة وضيح شمال حقول صافر النفطية عضفت المصادر أنهم سمعوا أصوات إطلاق غصاص كثيف وانفجار عنيف قبيل الإعلان عن إسقاط الطائرة نعم وبحسب المصادر فإن المنطقة شهدت تحليقا لطائرات حربية تابعة للتحالف العربي دون إيراد مزيد من التفاصيل في محافظة تعز حذر ناشطنا وعسكريونا من خطوة التعيين التي قام بها المحافظ نبيل شمسان لقيادي في ميليشي الحوثيين في منصب إداري رفيع بمديرة المخى وأعين المحافظة شمسان عبد الرحيم الفتيح المعروف بموالاته للحوثيين وإساءتي للشرعية مديرا لمديرة المخى وهو القرار الذي لاقى رفضا شعبيا ورسميا كبيرا غاب سنة كاملة وعاد بقرارات تعيين الحوثيين في مديريات ساحل تعز على نحو مفاجئ أصدر المحافظ نبيل شمسان قرارا بتعين أحد قيادات ميليشي الحوثي الإنقلابية والذي يدعى عبد الرحيم الفتيح مديرا عاما للمخى ولم يعرف الفتيح في تعز سوى بالتحريض على المحافظة والدولة وكان أحد أبرز قادة الميليشي المحرضين على اقتحام المحافظة في كواليس التعيين فإن الفتيح اشتهر بقربه الشديد من حمود الصوفي المعروف بولائه للإنقلاب ويرتبط الصوفي بعلاقة وثيقة مع نبيل شمسان وتقول بعض المصادر إن الصوفي هو من يقف وراء تعيين الفتيح مديرا للمخى في المخى أيضا تنشط ميليشيا طارق صالح في إعادة ترتيب أوضاعها في ساحل تعز وساحل الحديدة واستقبل طارق صالح بصفته قائدا لميليشياته مديري المخى السابق واللاحق وساهم قرار المحافظ نبيل شمسان في شرعنة سيطرة طارق على ساحل تعز وبينما قدم شمسان مساعدة لطارق صالح في سيطرة على ساحل تعز رفضت مقاومة تهامة سيطرة طارق على ساحل الحديدة لكن شمسان ذهب أبعد من ذلك وعين أحد المقربين من طارق مديرا لمديرية حيفان جنوب محافظة تعز في منحى يقول مراقبون إنه يهدف إلى حصار مدينة تعز من عدة اتجاهات باسم الشرعية القرارات الأخيرة التي اتخذها المحافظ قرارات ليست مسؤولة وليست نابعة من شخص يمتلك ضمير يكتوي بعذاب التشريد والقتل والحصار وكذلك يكتوي بعذاب هذه الفئة الضالة عندما يكافئ من قتل أبناء تعز بقرار وبتعيينه في أماكن حساسة أثارت هذه القرارات استهجان كثير من القوى الشعبية والسياسية والعسكرية حيث حذر الجيش في تعز من تعيين قيادات حوثية في مناصب رسمية بشكل يستفز الجيش والشهداء والجرحى في خضم معركة مستمرة منذ سنوات بالنسبة للقرارات والتعيينات الأخيرة بتعيين أحد المحسوبين على الحوثيين في المخا والساحل ما ينبغي أن يراعى وضع تعز وأن تعز تعيش معركة إلى الآن وأن هناك شهداء وقرحة وأن تقدر مشاعر الشهداء والقرحة وأن لا يتم الانتقال مباشرة من جبهة الحوثي إلى منصب رسمي لدى الشرعية ورفضت القوى السياسية تعيين نبيل شمسان الغائب عن مقر عمله لقيادات حوثية في مديريات ساحل تعز واعتبر أمين المشولي القيادي في تحالف أحزاب تعز تعيين الفتيح مديرا لمديرية المخا بساحل تعز خيانة لدماء الشهداء وحذر من مخططات مشبوهة تستهدف مدينة تعز كما جدد ناشطون في تعز رفضهم قرر المحافظ شمسان بتعيين القيادية في ميليشيا الحوث الإنقلابية في منصب رفيعا في المخا قال ناشطون لقناة يمن شباب أن تعيين عبد الرحيم الفتيح في منصب مدير مديرية المخا انتهاك جسيم من المحافظة تأكيد هناك ثوابت لا تهاد ان تعز فيها وتعيين أحد المتحوثين الذين ارتموا في أحضان الحوثي لسنوات وحرضوا على تعز يعد انتهاك جسيم من محافظة المحافظة في تعيينه مديرا لمديرية المخا أبناء تعز يسكتوا عن هذا الفعل أما من عادوا للتو من قبهات الانقلاب الحوثي ليتم تعيينهم في هذا الموقع فهو أمر مرفوض ويعد انتهاك جسيم لثواب التعز ومبادئها التي ضحى من أقلها مئات الشباب ونبقى في تعز حيث عقدت السلطة المحلية اجتماعا مع مديرة مكتب مفوضية جؤون اللاجئين بمحافظة تعز كرسا لمناقشة الدعم المقدم من قبل المفوضية للمدينة ومديرياتها المتمثلة في الاستجابة الطارئة للاجئين والتدخلات السريعة لدعم النازحين والاجئين والمجتمع المضيف نعم وتطرق الاجتماع إلى بحث ملف احتواء المهاجرين غير النظاميين وعددهم 76 مهاجرا وتوفير مخيمة لهم ومن ثم ترحيلهم إلى بلدانهم وكما تم طرح العديد من المشاريع للمفوضية لدعمها كمشاريع دعم النازحين وترميم المدارس وإصلاح السجل المدني وصرف الهويات الشخصية وإصلاح السجون وتأهيل المساجين وتنفيذ عدد من مشاريع المياه وغيرها من المشاريع المطروحة ضمن مصفوفة ودراسة متكاملة لمديرية الشميتين وبقية مديرية تعز يوم زيارة وفد الفوضية السامية لجؤون اللاجئين برئاسة السيدة جاكلين مديرة المرتبة اليمان وبحضور أيضا الأخ محافظة المحافظة السيد نبيل شمسان وطبعا افتتاح المقر الدائم للمنظمة في التربة وأيضا مناقشة أهم القضايا التي طرحت وهي التدخلات السريعة في قدر نوضع اللاجئين والنازحين والمجتمع المضيف سيكون معنا جلسة أخرى إن شاء الله نقضت هذه القضايا والخروج أيضا بحلول عاجلة لها وتأتي أيضا على رأس هذه القضايا قضية المهاجرين غير الشرعيين الذين كثروف المحافظة يبلغوا لحد اليوم 76 مهاجر غير شرعي وإيضا كيفية توفير مركز إيوالهم وإعادة ترحيلهم إلى خرز ومثمي لبلدانهم إلى موضوع آخر حيث أعلنت وزارة المالية في الحكومة اليمنية التزامها بصرف المرتبات في مناطق سيطرة مليشي الحوط الإنقلابية متى ما أزيلت العوائق التي افتعلتها وقالت الوزارة في بيان إن البنوك والمصارف التي تعاقدت لصرف رواتب المتعاقدين وموظفية الدولة في عدد من القطاعات بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين اعتذرت عن عدم قدرتها على الاستمرار في الصرف عقب الإجراءات غير القانونية للميليشيا بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة كما حمل البيان الميليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن إعاقة عشرة الألاف من الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام وأكدت الوزارة أن عدم قدرة البنوك على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الانقلاب واختلاق أزمة في السيولة المالية يمثل شاهداً إضافياً على إسرار ميليشيا الحوثيين على مفاقمة الأزمة الإنسانية وتجاهل احتياجات السكان الواقعين تحت سيطرتها كما يعد أول تبعات القرار التعصفي الخطير بمنع تداول العملة المفتقر لأي قدر من المسؤولية إذن وقرت الحكومة وقفها صار في مرتبة المتقاعدين وأسات التجامعات والقضاء ومنتسبي وزارة الصحة وجهاز الرقبة والمحاسبة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية ابتداء من ديسمبر الحال ويأتي هذا القرار رداً على إجراء ميليشيا الحوثيين بمنع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها ونقل موقع المصدر أونلاين عن مصدر حكومي أن المصارف والبنوك اعتذرت عن صرف هذه المرتبات بسبب إجراءات الميليشيا ومنعها تداول الطبع الجديد من العملة وكشف مهتمون بشأن الاقتصادي أن هذا الإجراء من قبل الميليشيا تسبب في حرمان نحو 150 ألف موظف في مناطق سيطرتها هذا وتسبب قرار منع تداول العملة الجديدة في إشعال الخلاف وسط القطاع الخاص في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية ودعت الغرفة التجارية والصناعية في صناعة الخاضعة للميليشيا كافة أعضائها من التجار ومقدمي الخدمات بعدم الإنجرار وراء أي دعوات أو بيانات وصفتها بالمشبوهة وتريد النيلة من استقرار السوق والإمدادات للمستهلكين يأتي ذلك ردا من الغرفة على دعوات أطلقتها نقبة تجار اليمن الإضراب بابتداء من العام الجديد احتجاجا على قرار ميليشيا الحوثي بمنع تداول العملة الجديدة وتسيطر ميليشيا الحوثيين في أمانة العاصمة على الغرفة التجارية والصناعية بحين تبدو نقابة تجار اليمن متخففة إلى حد ما من سيطرة الحوثيين اتهم علي شني مشرف التحصين في المدنيات المحررة في محافظة البيضاء اتهم منظمة السحل العالمية بالتواطئ مع الميليشيا الحوثية الإنقلابية التي تواصل احتجاز اللقاحات الخاصة بحملة التحصين ضد شلال الأطفال في المناطق المحررة في المحافظة نعم وقال شني في مداخلة اليمن شباب إن المنظمة لم تصدر أي تبيان تدين فيه وتسنكر وعملية احتجاز اللقاحات من قبل الميليشيا منذ ثلاثة أيام بينما بدأ تتشين الحملة رسميا أمس الأحد في مختلف مناطق البلاد كما أضاف المسؤول الحكومي أن المنظمة سلمت اللقاحات والمخصصات المالية للميليشيا ولم تسلمها لمكتب الصحة التابعة للحكومة الشرعية رغم التقديم مناشدة سابقة لها بهذا الشأن وسغرب مشرف التحصين في المديريات المحررة بمحافظة البيضاء من عدم اتخاذ موقف من قبل المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني في وقت خاطبت فيه الحكومة ووزارة الصحة منظمة الصحة العالمية غير أن المنظمة لم تعلن أي موقف كما أشار الشأن إلى أن المناطق المحررة ضمن محافظة البيضاء لم يتم فيها تتشين وحملة التحصين ضد شلال الأطفال بسبب احتجاز اللقاحات من قبل ميليشيا الحوثي اتهم مواطنون الإمارات العضو الثاني في التحالف العربي بخذلانهم وأكدوا أنها لم تكن صادقة في الدفاع عن الشرعية وإسقاط غلاب ميليشيا الحوثيين وقال مواطنون في استطلاع اليمن شباب إن الإمارات خذلتنا وخذلت الحكومة الشرعية وعملت على تجديد الصف الوطني المناهض لميليشيا الحوثيين مضيفين أن الإمارات لم تكن صادقة في العمل من أجل تحقيق أهداف التحالف العربي في اليمن طبعا بالنسبة لدور الإماراتي في اليمن لعام 2019 للأسف كان سيء للغاية من خلال دعمهم للميليشيات الانفصالية المجلسة الانتقالي فهذه الميليشيات عملت خلال الفترة الماضية على تقويض الأمن وعلى إقلاق السكينة العامة واغتالت كثير من الشخصيات الجنوبية وعرقلت عودة الشرعية فنتمنى أن تغير الإمارات من صورتها هذه القبيحة وأن يعوى أولاد زائد أن اليمن هي مهد الحضارة وهي حامية الخليق وإن شاء الله سنكون في المستقبل أفضل منهم وإن لم يحسنوا من صورتهم ويداركم من علاقتهم مع إخوانهم اليمنين وإخوانهم العرب فإنهم إلى الزوال إلى الزوال إلى الزوال كما أكد المواطنون في استطلاع للرأينا الإمارات وبدلا من القيام بتقديم الدعم الحقيقي لليمن سعت إلى العبث بمواردها وتعطيلها والاتجاه نحو إنشاء تشكيلات عسكرية تعمل لصالحها فقط بعيدا عن الحكومة الشرعية ووصف اليمنيون الدور الإماراتي في اليمن بالسيء عبر سعيها للتقويض الشرعية وخلق مناطق توتر في المحافظات الواقعة تحت إدارتها وعرقلتها لعودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن الإمارات لعبت بنا عبثت في دمنا وفي أعراضنا وفي خيراتنا ومقدراتنا وفي وطننا ولم تترك لنا شيء إلا ووضعت بصمة بجراحها في صميم قلوبنا لن ننسى هذا السوء أبدا ولا أعتقد بأنه أي إنسان حر أو يمن يرضى بهذا الشيء إلا من كان عملاء يبيعون أوطانهم ويسترزقون ويكونوا موكلاء للخارج في سياق متصل توالت الاستقالات من الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بسبب انحرافه عن أهدافه وآخرها استقالة طارق علي ناصر هادي والتي أعلنها أمس الأحد عبر فيديو مسجل تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي وتأتي استقالة طارق هادي في ظل موجة استقالات واسعة لقيادة الانتقال نتيجة خلافات عاصفة بين القيادات وقال القيادي المستقيل أن استقالته من المجلس جاءت بسبب انحرافه عن الأهداف التي أنشئ من أجلها وتخليه عن مبادئ الحراك الجنوبي ورصدت تقارير استقالة أكثر من ثلاثين من قيادات الانتقال لعدد من الأسباب تتصل في مجملها إلى توجه الانتقال نحو تنفيذ أجندة إقليمية في موضوع آخر تواجه زراعة الموز في أبيان تهديدات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الديزل وجرف السيول لعشرات الأراضي المزروعة فيها نتابع هذا التقرير كارثة وشيكة تهدد القطاع الزراعي هنا في محافظة أبيان ومخاوف من اتساع رقعة التصحور في الأراضي الزراعية بمناطق الدلتا بعد انتهاء الكثير من مزارع الموز في مناطق باتيس والكود نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات بالإضافة إلى ما سببته مياه السيول من أضرار كبيرة وأدى تدفوقها المستمر إلى تكوين طبقات أملاح تسببت في تدني إنتاج المحصول مساحة عشرة في الدال الأرحقي مزرع عموز وعنباشيار ونخيل ولكن من كثر باشي اهتباه من قبل منكتب الري ندحت الأرض والاسباب دفور وما فيش برضة بالدفور المزارعي يفوق فوقه من اللي جربته السفح فوق الثاني وعلى هذا الحالة وصرحت بلابيات وصياح لها وما فيش معناء القلال ديزل وما فيش دعم سماد ما فيش دعم من الدولة بشكل عام هنا في منطقة باتيس شمال المحافظة تمثل زراعة الموز أهم المحاصيل النقدية ويمثل أهم مصادر الدخل لشريحة واسعة من السكان وبلغ الناتج اليومي من الموز في مزارع الدلتة ثمانين طن قبل أن يتراجع بنسبة كبيرة مؤخرا منطقة باتيس هي المنطقة المصدرة للموز بشكل كبير جدا والآن كما ترون أحد المزارعين وقد فقد أكثر من عشرة في الدان بنتيجة تنظيم الريء وسوء التصرف بالمئة هناك مواطنين قد رقعت عن مزارعهم أو خدرت أغلب ساتين مصبعوا بدل ما يقطع من عشرة إلى خمسة عشر طن اليوم ما يقطع ثلاثمائة أو أربعمائة كيلو تدني نسبة الانتاج وانتهاء أكثر من خمسين في المائة من المساحة المزروعة في محافظة أبيان ينظر بحدوث كارثة زراعية في المحافظة التي تمثل فيها الزراعة أهمية اقتصادية كبيرة من خلال ربضها للسوق المحلية والعربية بالمحاصيل النقدية رياضينا الآن حيث حث محافظ حضر موت لواء الركن فارج سلمين البحسني حث نادي شعب حضر موت على التألق في نهائية الدور التنشطي لكرة القدم والذي سوف يقام في مدينة سيئون منتصف يناير المقبل وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ البحسني برئيس وعضاء الهيئة الإدارية لنادي شعب الرياضي كما أشهد البحسني بالتاريخ الرياضي لنادي شعب حضر موت في جميع الألعاب كما أثنى على الدور الهيئة الإدارية الحالية في إعادة الوهج لجميع الألعاب هذا وقيمت بمدينة المكلة في محافظة حضر موت فعالية سحب قرعة بطولة دور بلقيس لكرة القدم لأنديات الساحل ويشارك في البطولة 15 فريقا حيث ستقام منافسة الدور الأول بنظام خروج المغلوب لتحديد المتأهلين إلى الدور الثاني الذي من المتوقع إقامته بنظام دور الكل مع الكل وقرت اللجنة المنظمة لبطولة دور بلقيس انطلاق المنافسات في شهر يناير المقبل مشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه النشرة ولكم الآن تذكير بأبرز ما جاء فيها استشهاد وإصابة أربعة جنود من الجيش بكمين لميليشيا الانتقالي الإماراتي بالمحفظ في محافظة أبيل توالي الاستقالات بين قيادات الانتقالي ومواطنون يهجمون الإمارات وينتقدون دورها منذ الحرب الحكومة تحمل ميليشيا القوطيين تبعات قرار منع العملة وتتهمها باختلاق أزمة في السيولة المالية إذن نشكر لكم ماطمة المتابعة دمتم ودمر وطن بالفخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة